هذا يؤكد ما كانت الحكومة السورية قد ظهرت إليه مرارا وتكرارا من وجود رابط سفير النظام السوري في روسيا رياض حداد كان بدوره قد أكد أن أي حوار يعقد بأي صيغة كانت سواء في جينيف أو في أي مكان آخر يجب أن يكون دون شروط مسبقة أما روسيا بالرغم من تأييدها مواصلات مباحثات جينيف إلا أن من دوبها في جينيف إليكسي برودوفاكين حمل وفد المعارضة مسؤولية عدم إحراز أي تقدم بوضعها شرط رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسل عن الحكم معتبرا هذا المطلب فارغا ولا يمكن قبوله المعارضة السورية التي بقيت في جينيف وصفت قرار الانسحاب باللا مسؤول واعتبر المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي أنه لا يمكن توقع ما قد يقوم به النظام مؤكدا أنهم سيلتقون المبعوث الأممي يوم الغد مراقبون يرون أنه لا يمكن التعويل كثيرا على المرحلة الثانية حتى لو حضر وفد النظام بعد إصراره على عدم جلوس حول طاولة مفاوضات مباشرة وإلغاء بيان الرياض الذي تتمسك المعارضة به إلى الآن